مطلوب منك تختار أي عنصر من العناصر المحيطة بك دلوقتي مالكش دعوه بالإكسل عايزك تختار حاجة موجودة حواليك المكتب، الكرسي، الباب، التلاجة، التلفزيون، الساعة، المنبه، أي ريل اوبي وعايزك في الديسكاشن بورد أو جزء المناقشة تبدأ تكتب مجموعة من خصائص وسلوك هذا العنصر يعني على سبيل المثال لو أنا اخترت الباب خصائص الباب ده لونه نوع المادة المصنعة له، قوته، وزنه، ارتفاعه، عرضه أي حاجة بوصف بيها العنصر طب خصائص السلوك الحاجات اللي الباب يقدر يعملها الباب يقدر يفتح ويقفل يقفل بالمفتاح لك يعني فيه open close لك يبدأ السلوك أتمنى تعمله التمرين ده فعلا في الديسكاشن بورد انسوا خالص الإكسل عايزك تختاروا عنصر وتتكلموا عن خصائص وسلوك هذا العنصر ترجمة نانسي قنقر